دكتور أحمد شهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزأزيق برحب بيك يا دكتور أولاً خلينا نتكلم عن الوضع الوبائي في مصر وفقاً للأرقام والإحصاءات إحنا عندنا الحمد لله الوضع الوبائي مستقر الأرقام يعني ستيبل مستقرة مش بتزداد يعني مقاركة بدول العالم ده نتيجة لإيه يا دكتور؟ أولاً يمكن جهازية الدولة منذ بداية هذا الوباء كانت على أهبة الاستعداد الوعي المواطن طبعاً إن أكاس لما يحدث كذلك توفير الدولة لم تألو جهداً من توفير اللقاحات يمكن أن أعتقد فيه حالياً ده وزارة الصحة استقبلت 21 مليون جرعة من جرعات اللقاحات وبالإضافة إلى 881 ألف جرعة من اللقاحات المختلفة وإحنا بنقول إن دايماً من الدول اللقاحية فيها لقاحات مختلفة أو تنوع في اللقاحات هي أوفر حظاً في المناعة المجتمعية يمكن طبعاً دايماً القيادة السياسية لها نظرة خاصة للوطن يمكن حتى أحنا بنقول في مبادرة للريس أنه هو التشف على جميع طلاب الجامعات وطلاب المداز التشف شامل بما فيهم فورونا وفيروسين والأمراض الأخرى زي كانت أمراض ضعف السمع ضعف السمع ضعف الحصار وما أيضاً لذلك الحقيقة طبعاً هناك مجهودات طبعاً مبزولة هنا وهناك نحن بنقول أن هناك خطط استباقية ومالهائية وعلمية لمواجهة هذا الفيروس يمكن برضو بنخص بالذكر أن هناك مليون جرعة لخصصة للناس اللي هم مسافرين للخارج ويمكن برضو اهتمامهم بهذه النقطة أنهم يعملون لهم مكان خاص في مدينة نص اللي هو مطرح مطر المعارض أو أرض المعارض حتى المسافرين حتى لا يرهقوا هنا وهناك ويخصص لهم موقع إلكتروني خاص في وزارة الصحة حتى يعني يكون من السهر للمسافر أنه هو يكون يعني عارف مكانه فيه صحيح طيب يمكن وإحنا منتابع كمان الوضع الوبائي في مصر إحنا عندنا إن شاء الله ساينوفاك هيكون موجود قريب جداً ومن ضمن كمان الأنباء اللي ترددت أنه هيتم تطعيم الطلاب اللي هم سنة 18 سنة مع دخول العام الدراسي الجديد وكمان العاملين في الجامعات ووزارة التربية والتعليم ده أهميته إيه؟ أحنا نتكلم هنا عن الطلاب اللي عندهم 18 سنة يعني التطعيم بيبدأ من 18 وفوق أقل من 18 حتى الآن يعني في مصر لسه مفيش ولكن أهميته إنه يتم تطعيم الطلاب من سن 18 سنة وفوق وحتى العاملين في قطاع التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد شهر 9 بإذن الله إحنا بنقول أن اللقاح أو التطعيم يعتبر هو طوق النجاح في هذه الأونة أو هو الإجراء الوقائي الوحيد أو الأكثر فاعلية بالحماية من هذا البيبوس وعلى خاصة دلتا ومتحورتها لأنه طبعا وجد حاليا أن متحور دلتا من الهندي هو الأسرع وكلمة نقول الأول الأسرع لكن الآن بنقول فائق الصرعة كلمة فائق الصرعة يعني بينتشر بسرعة تفشي سريع الإصابات بيكون أكتر وطبعا مش هنقول طبعا يعني برضو من خوف بقول الوفيات بيكون برضو مرتفعة إحنا بنسلة الخوف بيقول أن هذه الخصر الاستباقية لها رد فعلا بحماية المواطن وده طبعا يعني الحكومة بتصفر بتلزم ما في وسائم من التطعيمات والإعلام وما أعلى غير ذلك على المواطن وهو الآخر الالتزام بالتدابير الاحترازية الالتزام بالتدابير الاحترازية وفي نفس الوقت أننا نسجل في الموقع الرسمي الخاص طبعا بوزارة الصحة عشان ناخد التطعيم وحتى كان هناك رص لبعض شكاوى المواطنين إنه إحنا طبس جلنا من بدري طب إحنا عايزين دلوقت الوزارة بتقول أو بتحث الناس إن هي تسجل مرة تانية علشان تاخد التطعيمات في مراكز التطعيم المختلفة لإنه أولا هناك سهولة في الإجراءات ورقم اتنين زادت مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية في دكتور نوتا كمان عايزين نتكلم عليها فكرة إنه حتى لو كان في صعوبة إن أنت تسجل في الموقع الإلكتروني أنت ممكن تنزل في أي مركز جنبك مركز صحة جنبك تسجل ويحددو لك معادي يومين ثلاثة يام أربعة يام على حسب طبعا ما هيتم تحديد الوقت المناسب لك ودي حاجة أنا شفتها يعني بنفسي نزلت وسألت قالوا لي ساعتها في هذا المركز إنه حتى لو في صعوبة إن أنت تسجل لكل موقع الإلكتروني إنزل أقرب مركز أو وحدة جنبك هيتم تسجيل لكل موقع الإلكتروني يعني فيه تسهيلات يا دكتور الحقيقة طبعا يمكننا إحنا بنقول إن طعم سينوفاك فكثيرة اللي طبعا أصبح متوفر وله الحامد كلمة متوفر أو كلمة أنه مصد خادرة للتصنيع والتصبير معناها عند اتباق معناها إنني المصد في إيدي وقت الأزمة على طول بتديل الناس على طول أو جميعنا شاكين حياتيا يعني طبعا ده إجراء هاية عظيم جدا إنه يكون أنا بصنع بصنع في بلدي وفي نفس الوقت مش محتاج بقى استيراد من هنا أو من هنا أو نقل أو غيره أو ما إلى غير ذلك أنا أعتقد أن يعني خاليا دلوقتي أحسن مما قبل ألف مرة إنه طبعا هناك مكاتب في تيرة جدا جدا اللي في أنحاء الجمهورية اللي التسجيل وبعدها بيوم أو يومين فعلا بيكون لأنه الحمد المتوفر الزخواح متوفر بشم سورة طب دلوقتي يا دكتور إحنا مناخد جرعتين في حديث وفي أبحاث بتقول إنه نظرا إنه هناك متحورات جديدة فلابد إن إحنا ناخذ الجرعة الثالثة آخر ما يتعلق بهذه الدراسات يا فندم يعني هل الجرعة الثالثة دي ضرورية في ظل المتحورات الجديدة اللي بنسمع عنها يعني منظمة الصحة العالمية لم تؤكد هذه البحوث وده طبعا يمكن أنا كنت من ناس المؤيدين في جرعة ثالثة ولكن طبعا من ناس المؤيدين لإيه فندم من ناس المؤيدين لجرعة ثالثة ولكن طبعا لده اللي شفته إنه منظمة صحة العمي حتى الآن لم طبعا تؤكد متأكد هذه الأبحاث أو تؤكد أو تؤكد هذا الكلام موطول بس ناخذ الجرعتين يعني المنظور بتاعنا أو المستهدف إن العالم كله إنه هو ياخد الجرعة الجرعة كاملة شمولية العالم كله والسرعة في الأداء يعني أنا عايز التطعيم دول العالم كله ياخد فأن واحد وبسرعة ده المستهدف ويكون الشمولية والسرعة في نفس الواحد لكن احنا في المستهدف عندنا في مصر إن شاء الله والعالم كله إذا قدر إنه هو يطعم العالم كله على مثلا لو حتى وصل لـ 50% يباشيء طيب جدا في مصر الحمد لله طبعا يمكن المستهدف عندنا عالي شوية على آخر سنة دي إن شاء الله يكون 60% من الناس يطعمه متاشيء طيب جدا طبعا عشان مواجهة التفشيات اللي بتحصل وتغير المناخي لليه علاقة بهذه التفشيات دكتور أحمد شهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزأزي شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك